موسيقى 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 بغيتو تعرفو شنو غل زهركم اليوم ايوه اجيو معايا غادي نبدوم لعندك برج للجوزاء اللي مهنية كتتحاول متخليش الاخرين تدخل في عمالك الخاص وكتدرس كل خطوة جيدة قبل ما تقدم عليها اما عاطفيا ما كتتبحثش عن اي ارتباط سريع وكتعيش مع الحبيب جمال لحدات وروعتها وفورا احاسيسها صحيا خير الامور اوسطها كيفما كيقلو الناس الزمان ما عليك غير ممارسة الرياضة غادي نمشي عند برج الطور المهنية المطلوب الكتير من الدبلوماسية فتعاتي مع الزمالة وحاول متستوعبش الاحداث اللي كتجري بدون غضب وتأزيم عاطفيا القرارات العشوائية ماشي في مصلاحتك حاول معاملة تشريك بليونة باش تبقى مرتاح من الهم و المشاكل اما صحيا كتشكو من الارهاق الشديد بسبب الضغوط الكثير اللي كتعاني منها وغادي بقى الحال تخلص منها هو الرياضة عمشي ودب عند برج الحامل المهنيين كتفتح عينيك وكتراقب جيدا كل ما يجري حولك من تحركات غير بارئة ما تكونش سادج وما توزعش ترقتك يمينا وشمالا عاطفين كتتمنتع بشخصية جدبة بل ساحرة واخادة وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية و الناشطة باش تقرب المسافة مع الحبيب أما صحيا كتبتعد عن كل ما يحاول إطارة عصبيتك وكتحاجل انزواء بنفسك للتخلص من نتائبك ده بغمشي عندك يو برج العدرق اللي مهنيا إلي كنتي متورط في أمور أكبر من طاقتك كتطلب المساعدة من الزملاء باش ما تفعش التامان غالي وما تخسرش كل شيء أما عاطفين كتختفي الانفعالات والمشاعر السلبية اللي كتعكر الأجواء وكتير الإضطرابات والحساسيات بينك وبين الشاركة أما صحيا إلا كانت الرياضة العنفة كتزعجك استعداد عنها برياضة اليوكا أو السير في الطبيعة وتسلق الجبال وده بغد يمشي عند برج الأسد اللي مهنيا المستقبل جيد كيلوح في الأفق لكن هناك خطوات مهمة ما كتكتاملش بعد الأيام المقبلة كافيلة بإتمامها على أكمل وجه عاطفين كيبدوا أن الاستقرار العاطفي عنوان هات اليوم وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشاركة أما صحيا تعليمات الطبي المحافظة على رشقتك كتلزمك تقيد بها استمرار ليومين أو ثلاث فقط لكن يصحب عليك تفاهم والتواصل مع أحد ده بغد ينتقلوا عند برج السيرطة اللي مهنيك يتمتع بفصاحة دكية كي يصحب عليك تفاهم والتواصل مع أي أحد هي نفسك السفر والتنقل ولتولي منصب جديد عاطفين كتجنب المشكلات العاطفية فهي لم تعود عليك إلا بالضرر وقد تسئ جدا إلى العلاقة الجديدة صحيا كن منفتحا على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيا أما انت يا برج القوس في مهني انت في بداية طريق نحو النجاح ما تستاجلش وما تمهلش وما تكونش متأنين في اتخاذ أي قرار مهني لأن العبرة في النتائج عاطفين كتفتقد حماساتك المحهودة مع الشريك وهذا دليل على دخول الروتين على الخط أما صحيا عوامل تعرض لوعك صحية وآريدة في أي لحظة لكن بالاهتمام بصحة غتخفف من الإصابة بها قدر الإمكان دبا غديمشو عند برج العقرب المهنيين كيحتل مركز مهم وسط مجموعة وطائفه جمعية وغتتمكن من فرض سلطك بفضل حكمتك ومنطقك السليم غديتير الإعجاب وغتنال إجماع عاطفين كتعيد طرح بعد المسائل على بيسات البحث وغديتسترجع الماضي وغتحاول تكشف بعض الغموض مما يتعبك ويشكله هاجسا لك صحيا حاضر إن فعالات شديدة قد تولد الإرهاق والتعب نفسي وكن هادئا إلى أقصى حد أما أنت يا برج الميزان فمهنيينك تحمل هادي اليوم فرص وعود وغتستطر إلى بعض المناورة تعتمد أساليب ملتوية أحيانا لبلوغ أهدافك أما عاطفين فرصة مفاجئة العلاقة جديدة غديتشيد على ضرورة الانتباء إلى بعض شؤون عاطفية صحيح قوم الضغوط اللي كتتعرض له في حياتك اليومية بالاسترخاء والنهود باكر لممارسة رياضة الجاري أما دابا غدي انتقلوا عند برج الحوت الميهنيين تقدر تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية وتسافر بحثا عن اللهو والتسليع عاطفين بعض الإشاعات اليوم كتشعرك بالقلق لكن الأمور غتكون في مصلحة العلاقة والشريك غديدعبك ويوقف إلى جانبك أما صحيح قتمر بأمور مخيبة لأمل وربما تحمل فوضى وعلى مرضى مما غدي نعك سلبا على وضعك الصحي غدي انتقلوا لعندك دابا يا برج الدلو الميهني كتتعرض لخيبة أمل من شخص كنتي كتتق به بزاف غدي قدر يضيقك هذا الأمر لكنك لا تنبت أن تتخلص من ذلك عاطفيا كتتغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه فلا ترمي نفسك في متاهات مجهولة النتائج أما صحيح كتبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على تخلص من الوزن زائد هني قالك غدي نختموه معاك يا برج الجدي اللي ميهني كتخف المسؤوليات تدريجيا وربما تنجح في استعادة التقا والدعم نتصبح قادر على السعي وراء أهدفك بلا عوائق عاطفيا الحبيب مشتت وما كيعرفش مصيره معاك بسبب تعاتك الغامض حاول تكون أكتر وضوح صحيح كنتبك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة لكنت مخطئ في التفكير إلى هناك تنتهي أبراجنا لهذا اليوم غدي نودعكم حتى نتلقوا مع أبراج غدا بسلام عليكم